هديا هدى يا رسول السلام ويا مرسلا رحمة للأنام بك الله أحيا نفوسا وراء وكنت لها الموقذة الأكبرا حملت لها شرع كالأنوارا فعم الضياء وولى الظلام وأعليت سقف عدى والرشاب فأنت الأمين وأنت الإباب عليك السلام عليك السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنت وقفت في الحلقة السابقة عند نزول الإدن بالقتال وطولت في الحديث عن أسباب نزول هذا الإدن والهدف من نزول هذا الإدن هو رد العدوان اليوم إن شاء الله سيكون حديثنا عبارة عن رد على وحدهما كيحاولوا أعداء الإسلام السقوها به وهي أن الإسلام دين حرب وعنف السلم أحبتي هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم وهو أصل في عقبة الإسلام وعنصر من عناصر تربيتهم وهدف كيتعمق الإحساس به في ضمير الفرد وفي واقع المجتمع وفي بناء الأمة فاللي كيتأمن والمتأمن المنصف لحقيقة الإسلام والأحكام دياله ومقاصب الشهائر دياله كيدرك أنه دين سلام البشرية كلها فالسلام كيف قلت هو أصل في عقيدة الإسلام ومبدأ من مبادئ تربيتهم فالإسلام كيتصور الحياة وحدة إنسانية شنو الغاية ديالها هي التعارف والتعاون بين الجميع وما كيتصور هاشي صراع ولا حرب بين الشعوب يقول سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وكيتصور الأديان كلها دين واحد بعث الله به الرسل دياله البشرية الواحدة والتحقيق هذا الهدف كي قرر الإنسان حقوق يعني ما وصل لها حتى الآن نظام ولا فلسفة فالإنسان في نظر الإسلام مخلوق كريم كرم الله سبحانه وتعالى بنفع علوية من الروح دياله تقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا زفضيلا والتحقيق هذا الكرام الإنسان في واقع الحياة بصرف النظر على دينه وجنسه ولونه ووطنه صان العرض دياله والمال دياله حرم سفك دمه والاعتداء لحريته وما صار شيها بالحقوق في أسلوب ديال حكمه ونصائح وإنما جعلها من صميم العقيدة كيف جعلها فرض على المجتمع وأكد حرمة سفك الدم البشري تقول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وعظم من حرمة النفس البشرية وحرم الاعتداء لها فاعتبر النفوس كلها واحدة اللي اعتدى على إحداها فكأنما اعتدى عليها جميعا لأنه اعتدى على حق الحياة كيقول الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وعلى أساس احترام النفس البشرية كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يربي الأصحاب دياله فقد جاء عن جابر أنه قال مرت بنا جنازة بس بهم واحد جنازة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال صلى الله عليه وسلم أوليست نفسا شوفوا فروح الإسلام والمبادئ دياله والمنهج دياله في التربية كتهدف كلها الإقرار السلام وتعميق حبه في ضمير المسلم ففرد على المسلم عبادات كالترود نفس المسلم على السلام فشوفوا لي مثلا فريدة الحج تي حرام عن المسلم أنه يقتل حيوان أو لي قطع نابات أو لي أذي إنسان بيديها ولا بلسانه كيقول عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والصوم أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة بمعنى وقايا فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم شوية التربية العملية على تدوق حياة السلام وتعود ممارسة في الحياة والتعامل على أساسها في المجتمع والشي اللي يأكد على أن الدعوة للسلام كتحت المقام الرئيس في مقاصد شريعة الإسلام السامية أن القرآن الكريم أكد على أن المقصود الأعظم من اعتناق الإسلام هو الاهتداء إلى طرق السلام والنور تقول الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم بالاستقراء أحبتي في كتاب الله عز وجل كالقاء وأن لفظ السلام وما شتق منه ورد فيما يزيد على 133 آية قرآنية بينما ما وردش لفظ الحرب إلا في 6 آيات فقط فاسم الإسلام من مادة السلام ومن أسمى الله عز وجل السلام تقول الله سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون تحية المسلم عن التشهد في الصلاة السلام ختمه الصلاة بالسلام وتحية المسلم الإخوان دياله السلام عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أول حاجة وصة بهالمسلمين هي إفشاء السلام من أسماء الجنة دار السلام تقول الله عز وجل لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وقال أيضا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم تحية المؤمنين في الجنة السلام تقول الله عز وجل تحيتهم يوم يلقونه سلام وهناك آيات محكمة أيضا كالحض على السلام في صورة البقرة يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين في صورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وفي صورة النساء يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مومنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله بما كنتم تعملون خبيرا وفي صورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين وهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بعض المرات لقفها العدو قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ضلال السيوف وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيرب المؤمنين على إيطار السلام واستنفاذ الحيلة في دفع العدوان وعدم القتال ولذلك فإن القرآن جعل يعني غاية أن الناس يعني يدخلوا في السلم جميعا فنادى المؤمنين بأنهم يتخذوا غاية عامة تقول الله عز وجل مخاطبا أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة بل من صفات المؤمنين أنهم كيرضوا على جهالة الآخرين بالسلم فكيكون السلم هنا مسلك لرد العدوان الجاهلين كيقول الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ذلك أن لماذا؟ لأن مسلك السلم ما كيستويش مع مسلك العنف ولذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو دائما وكيوصل أصحاب دياله أنهم يدفعوا بالتي هي أحسن والإحسان للمسيئين مصدقا لما قال تعالى كيوصل صيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كما أنه دعا الجنوح للسلم فقال وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله كما شجع المسلمين على أنهم يلتزموا السلم وهذا في وقت الحرب وطالبهم أنهم يتلمسوا السلم إلى القو يعني رد إيجابي من الطرف الآخر فقال الله تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فهذا الإطار أحبتي كان فهموه تشريعات الجهاد في الإسلام فالجهاد في مصطلح القرآن يعني نضال ابتغاء مرضة الله بالنفس والمال وتقدر يكون ذلك بالدعوة السلمية بمجرد قراءة القرآن كقول الله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ويقدر يكون جهاد دفاعا نفس وهناك تولد شريعات القرآن بشوضع الأحكام دياله قواعده وأهدافه وعموما أحبتي فالأحكام في الشريعات القرآنية هي أوامر كالضور في إطار قواعد شريعية وهذه القواعد الشريعية عندها مقاصد وأهداف أو غايات عامة فمثل الأمر بالقتال عنده قاعدة شريعية وهو أن يكون الدفاع عن النفس ورد الاعتذاء بمثله أو بتعبير القرآن في سبيل الله ثم كيكون هدف النهائي للقتال هو تقارير الحرية الدينية ومنع الإضطهاد في الدين بشي اختار كل إنسان ما يشاء من عقيدة وهو كيعيش في سلام وأمان بشي يكون مسؤول على الاختيار ديالي قدم الله يوم القيامة كيقول الله تعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّوا الْمُعتَدِينَ فالأمر هنا هو قاتلوا والقاعدة شريعية هي في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكتكرر القاعدة الشريعية في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أما المقصد والغاية الشريعية فهي في قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله أي أن منع الفتنة هي الهدف الأساسي من تشرع بالقتال والفتنة في المصطلح القرآني هي الإكره في الدين والإضطهاد في الدين وهذا الشيء واللي كانوا يفعلوه المشركون في مكة ضد المسلمين يقول الله تعالى والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن يستطاعوا وبتقرير الحردية الدينية ومنع الفتنة أو الإضطهاد الديني يكون الدين كل لله تعالى يحكم فيه وحده يوم القيامة دون ما يغتصب شيء واحد سلطة الله ويدطهد المخالفين في الرأي وذلك معنى قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والوضع أحبتي أن هذه الشريعات في القتال في الإسلام كتأكد على السلام وكتحميها من دعاة العدوان وكتأكد على حرية العقيدة وتفوض الأمر فيها لله سبحانه يوم القيامة وكتحميها من دعاة التعصب والتطرف وإكراه الآخرين في عقائدهم واختيارتهم لأن أحبتي من خلال مذكرنا كيتبين لنا أن الأصل في الإسلام هو السلام وأن الباعث على الجهاد في الإسلام هو رد الاعتداء ومواجهة كل القوة كتعطى طريق الدعوة وإبلغها للناس حرية أو كتهدد حرية تعطينا عقل العقيدة وكتفت الناس عليها ومع أن الإسلام حدد الهدف وهو هدف جد نبيل إلا أنه ما كيقرش مبدأ الغاية كتبرر الوسيلة لذا حدد ضوابط وقيود قبل القتال وأثناء القتال وبعد منه كيتبين لنا من خلالها عظمة هذه الدين وسامحته وحرصه على الحياة وغنقفو عند هذه النقطة إن شاء الله من خلال غزوات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانطلقكم بحول الله في الحلقة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبيا هدى يا رسول السلام ويا مرسلا رحمة للأنام عليك الصلاة وعليك السلام عليك الصلاة وعليك السلام وصاحبك واتابعين الكرام بك الله أحيا نفوسا ورا وكنت لها الموقذة الأكبرا حملت لها شرع كالأنوار فأم مضي